وصل فريق الدفاع عن المتهم مرعي مرافعته الختمية أمام غرفة الدرجة الأولى بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان وقد رأى الدفاع عن مرعي أنه ووفق الخبراء كما قال يمكن التلاعب في سجلات الهواتف التي اعتمد عليها فريق الادعاء اليوم نترافع أمام محكمتكم وأمام ضمائركم عن حقوقه ومصالح السيد حسن حبيب مرعي وفي خصوص الملف الذي قدمه السيد المدعي العام ضد السيد مرعي لا يسعنا إلا أن نقول بأن المدعي العام لم يقدم أدلة كافية لإثبات الاتهامات التي وجهها إليه دون أي شك معقول وبالتالي فلا خيار لكم سواء القضاء ببراءته من جميع التهم المنسوبة إليه في قرار الاتهام بعد ذلك بدأ فريق الدفاع عن عنيسي مرفع طعول الختامية والذي اعتبر أنه من الخطأ القانوني الاعتماد على الأدلة الظرفية للحكم وأن شهود الادعاء الأساسيين موظفون لدى الادعاء فريق الدفاع عن عنيسي قال أنه لم يتم إثبات أن عنيسي كان في ترابلس وأن المتهم لم يكن لديه ثلاثة هواتف إنما هاتفه الشخصي معتبرا أن المنطقة المعتمد غير مقول من الناحية الثبوتية محام الدفاع عن عنيسي قال في موضوع بيانات الاتصالات أن المنهج العلمي ليس بمنهج صحيح معتبرا أنه لا يمكن توصل إلى أي استنتاج بناء عليها